السلام عليكم متابعين الكرام اهلا بكم في قناتنا الاخبارية قال وزير الشباب والرياضة راشيد الطلب العالمي ان المغرب قرر عدم الترشح لاستضافة كأس امم افريقيا 2019 خلفا لدولة الكاميرون وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد اكدت للبطولة ان خيار تنظيم منافسات كان 2019 ستقرر فيه الحكومة المغربية في الساعات القليلة القادمة وان ملف التنظيم جاهز من طرف جامعة الكرة وقد ينسف هذا الملف حالما اذا رفضت القطاعات الحكومية تعويض الكاميرون في تنظيم المنافسة القرية المذكورة واشار الطلب العالمي في تصريح اعلامية ان المغرب لن يقدم ملفها لتنظيم العرس الافريقي ومن المنتظر ان يعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم كافة عن البلدان التي ستقدم ملفتها لاحتضان كان 2019 يوم الجمعة 14 دجمبر اي بعد 48 ساعة تنتظر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قرر الحكومة المغربية للموافقة على تقديم ملف تنظيم منافسات كأس امم افريقيا 2019 خلفا لدولة الكاميرون وقال مصدر جامعي في تصريح اولدته صحيفة البطولة ان خيار تنظيم منافسات كأس الامم الافريقية للنسخة المقبلة ستقرر فيه الحكومة المغربية في الساعات القليلة القادمة وان ملف التنظيم جاهز من طرف جامعات الكرة وقد لا يتم تقديم الملف في حال ما اذا رفضت القطاعات الحكومية تعويض الكاميرون في تنظيم المنافسات القارية المذكورة واشدد ذات المصدر على مساندة الجامعة المغربية للكاميرون قبل سحب التنظيم منها قبل ايام مشرا الى ان الجهاز الوصي لم يتحدث عن رغبته في تعويض الكاميرون بشكل رسمي في وقت من الاوقات والدليل حسب تعبيره احتمالية عدم تنظيم المغرب للكامر في حال عدم موافقة الحكومة على ذلك يأتي هذا التصريح ساعات قليلة بعد تصر باخبار تفيد عدم نية المغرب تقديم ترشحه لتعويض الكاميرون في تنظيم منافسات كأس امم افريقيا 2019 ويقفل الاتحاد الافريقي لكرة القدم باب الترشحات لتعويض الكاميرون في تنظيم منافسات كأس امم افريقيا 2019 بعد 48 ساعة من الان ولزال الكاف لم يتلقى اي طلب تنظيم للكأس الافريقية القادمة لحدوده اللحظة كان معكم في تقديم هذه الحلقة مصطفى الدزي دمتم في حفظ الله ورعايته الى اللقاء شكرا المتابعين الكرام الى كانت تهدي اول مرة شاهدت الفيديو هدينا المرجو الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك شكرا لكم